يمكن الكابتر رقفة تقل كذا حاجة دلوقتي انت كنت بتاخد ألقاب كتيرة قوي ايه اللقب اللي كان بجمهور نادي ترسانة بيناديك بي وانت بيديك ثقة في الملعب وتتقلق أكتر ومالغاية دلوقتي الحد دلوقتنا هذا يعني وفيه بنكيس بتاع انجلترا بنكيس ايه طبعا في المنتخب كان بلعب في الروسيا الأول لا ايه بس أصلا هو انجليزي يعني من أحسن الحراس اللي كان في أوروبا كان في العالم كلها كان حاجة ما شاء الله يعني بلبس البرنيتة دي ايه بلبس عليه لحد دلوقتي بيقولولي يعني عندك برنيتة عندك برنيتة بطعبك لا عندي عندي اه دلوقتي حسن يوجا حسن يوجا يعني حتى المدربين لما يجيوا يتكلموني يوجا وبتاع حسن تلفزيون حسن حركات كابتن نجبر المستكاوى الله أرحمه وكابتن محمد لطيبة أماني تربنا كابتن ناصب سليم الناس اللي هم دولة كابتن علي الزور لا علي الزور لحاجة تانية اه لانا كنت بقى بالبس له بقى ايه اقول له مثلا ايه لو هيجي الزلينة ماتش هقول له النهاردة هلبسلك مثلا في لنا في الزوق يروحوا لك حسن علي النهاردة هعملينا مش عارف ايه ونشوف إكرام اللبس ايه يعني كان الحب جميلة مواضيع كانت تتعمل كان حاجة تفرح حاجة تفرح مين اللي كان الانتين بتاعك في نادي الترسانة اللي انت بتاكل وتشرك وتنام معا يعني انا كان كابتن شاكر عفتاح ورافت ميك شاكر عفتاح ورافت ميك اه وفي المنتخب المنتخب كنت اه يعني انا مرة انا وكابتن الخطيب كان رحيني غزلا في هذه الصورة دي اه دي دورة ازمير دورة ازمير اه دي عادل البابلي دي البابلي وفروغ السيد وحسن علي ميمي داروش بوبو محمد توفيق البوري كابتن عالبو جريشة كابتن مصافة رياض سعيد عبد الجواد حملاوي كابتن ابو العز لا مش الحملاوي كابتن ابو العز اه كابتن عبدالزيز عبدالشافي ده مين ده كابتن عبدالشافي جنبه فاروق عفر ده كابتن فاروق عفر اه السياجي كابتن حاسا مختار سعيد عبدالازق كابتن الشاز العماشة وكابتن شاحتة بس انا ما اعرفش ده مين ده بيقوله الحملاوي ده بيقوله الحملاوي بس هو الحملاوي ما جاش معنا في أزمير ما جاش معنا في أزمير اللي كان معنا في أزمير كان فاروق السيد ومصطفى رياض يبه هو كابتن فاروق السيد بقى ده فاروق السيد بقى اللي جنب كابتن شازلي ده ده عماشة واللي جنبه اللي جنبه جنب عماشة ده ده سادع عبد الرازي لا اللي جنبه كده على شماله على شمال ده اللي حطي ده على النغو ده مش عالك ميل ده كابتن شاحت اللي هو كابتن شاحت طبعا طبعا يعني ناس جيل عظيم جيل عظيم الفلانة اللي بيستة دي كانت دورة أسبير دورة أسبير كنا باللعب تركية وتغربنا وحسفر وطلعنا الرابع في الدورة في الدورة دي في ناس احنا روحنا مهرجان الشباب في برلين وحنا روحنا دورة أزمير منهم حتى برامي الخليل ما جاش معانا برضا يعني كان فروغ سايد وشاحتة وفروغ أحفر اللي كانوا في نفس الملعب ومشير عصمان ومشير عصمان دولة بقى في مصر اللي هو كنا على لعب يغوزلافيا يغوزلافيا دي أكابتن مصطفى كسبانا اليونان 6-0 يغوزلافيا معانا في المجموع كانت فيها جمد أوي الدوم 6-0 فهنا اللعب يغوزلافيا بعد يموين كده وفتاع فانا وجو بقى هناك تلق تلق وهم هناك طوال أوي وجتت حاجة بقى ولقى ولعب كورة ولعب كورة بيصول لستارز الألمونية يعيني فانا بقى قلت يا رب وفي نطرة بقى بتنزل سيول فانا قلت يا رب يعني حتى لو واحد سفر اتنين سفر ولا حاجة ثلاثة سفر زيبا بقى بقى وانت كنت غايف روحنا اتفرجنا بقى على اليونان جبنا بطاتين وعادنا بقى في التلب وبتاع مش كده يعني المهم هنلعب بقى بتاع أحمد ناير حمد توفيق واني مصطفى ومشيرو عثمان وفروغ عفر وشاهدة اسكندرية واسموه دوت وعلى بوغريش وكان مجموعة يعني مش كده بقول لحضرات الكريم المهم هنلعبنا كابتن أول كرة لقيتها من نطرة نازلة بقى سيول أول كرة جايال مش عارف واحد من الشطة واعنا مكريش بيتعودين على المطر ما دي بقى ما انا تعودت قبل كده ما كنت دورة الععاب دورة الععاب بحر المتوسط اللي كان في الجزائر اللي كان في الجزائر ما اتحط فيها جونيم من فرنسا كانت إرتانه ورشينه مية فأنا بقى نمس الكرة عشان اديها للسياجي فرحت عامل البند ورحت داخله المهم انا فحرص يعني فالوقت بيشوت فأنا رحت واخد الكرة مؤمن واخد وفرد جسمه دي بقى خليتني يشوته بقى كابت لقى كسبنا يشوته بقى كابتن عمارك ماتش فيه يعني صورة بتاعت انا لو تشوفي ماتون مش حسن علي خبال حضرتك يعني الصورة ماتلش حسن علي رفيع ولابس فرنة انكش فكرة تلعنا كابتن طروق السايد ده الشرطة كلها منزحلاء والحاجات بي كلها متقطعها مسكونا يا كابتن قطعونا بس ربنا صبحان الله تعالى كان معنا في اليوم ده كسبنا سفر سفر ومديني اليونان ستة وانا عملت ماتش عمري عمري في حياتي كان مين المدرب ساعدتك كان كابتن جندي كان كابتن جندي كان معنا وكان مشاعرك كابتن جندي اه كابتن جندي كان معنا وكان معنا محب يوسف اه الليوة محب يوسف شخصية حاجة كان عدو مجرس دارة وكان مشط على الكورة فسأنا مش عارف كان مين المدرب التاني مع كابتن جندي ايه كان كابتن فاتح نصير ولا مخيش حد تاني يعني بس كابتن جندي طبعا تعالف يعني حبيبك حبيبك هنتكلم عني الوقت اللايك طيب انا معايا تقرير كمان من واحد حبيبك اوي كابتن فاهيم عمر هنشوف بقى بعيدتلك السنة انا استمعايا تقرير كتير جدا لما اقول للناس عارفة انها قالك لا احنا حتى عاوزين نجامل لو بكلمة صغيرة هنشوف فاهيم عمر هيقول ايه ونرجع تاني كابتن حسن